ناس كتير بتصاب باليأس بتصاب بخيبة الامل بتصاب انه هم مش قادرين يكملوا بالصالح على النبي كده اول يوم دايت ممكن يعد علينا على خير وده نكون متفقين فيه علشان حضرتك بتكون قضية على الاخضر واليابس قبلها بيوم فطبيعي جدا ان انت مبقاش عندك مجال ان انت تشرب ماية حتى لكن بعد تاني يوم كده يقولك باس كفاية عليكم كده مش مكمل دايت يا عم الحج انا خلاص انا مش شايف اي تغيير حصلي انا عد علي 24 ساعة ملتزم بالنظام وما فيش اي تغيير بص عم الحج انا ماشي انا اين ماشي ايه دا انا اللي هصور معلش هاي ايو انت عايز تبقى رشيك تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله و اوقاتكم بكل خير اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخص والفيديوهات التشجعية اليومية اللي انت لو شاف انها مهمة ما تنساش تضغط لايك قوي وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناة فانزل يا بطل اشترك في القناة علشان تكون واحد من ابطال ومن عائلة لو نفسك تخص اكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي وكمان في العالم اليأس اليأس اللي بيصاب بيه ناس كتير جدا اليأس اللي انا واحد من الناس يعني اصابت بيه الحقيقة هو انا مش اصابت بيه ولا حاجة حقيقة كنت بشتغل نفسي اه للامانة يعني كنت بشتغل نفسي وعشان خاطر ان انا ارايح ضميري مصل اللخبطة مع الضمير بتبقى وحشة وخصوصا لما تلاقي نفسك ان انت بتأذي نفسك بيدك يعني خلينا متفقين كده ان المرض لما بييجي من عند ربنا سبحانه وتعالى كده لوحده بيبقى الواحد عنده ايمان ان هو يعني خلاص يعني انا عندي ايمان ان انا رضيت بقضاء الله وقدره وهكذا زي كده قهربت القلب اللي عندي اللي شوية تروح جاي علي علي فاتخليني رائد كده في البيت ولقي نفسي ان انا تعبان فبقول اللهم لك الحمد وانا راضي بقضاء الله وقدره وساعات لما اكون كويس اقول اللهم لك الحمد على هذه النعمة لكن لما بيجي الموضوع بقى بسببك وبسبب اهمالك لنفسك وبيكون انت عارف ده كويس فبيكون في قرارة نفسك كده ان انت تعبان في صراع جواك مستمر ما بينتهيش الصراع ده كان صراع صعب جدا صراع ما بين ان انت مضمن للطعام بتحب الاكل قوي بتبقى عايز يعني تاكل كل حاجة نفسك فيها بتبقى رابط نفسك بالاكل وفي نفس الوقت بيبقى في صراع ان انت عمال تضمر نفسك واحدة واحدة لما انا ابتدت اكل وزوت في الاكل بزيادة وكأني في عند مع نفسي ان انا بضمر نفسي بايدي وهو ده اللي حصل لي للامانة اللي حصل لي للامانة ان انا كنت يعني باكل وبقضي على الاخضر واليابس لغاية ما لقيت ان انا خلاص لا مجال ان انا لازم اتغير لا مجال ان انا ارجع عن اللي انا بعمله في نفسي طب ليه بقى ليه اخدت القرار انت قدرت ان انت تتغلب على نفسك قل لنا علشان احنا عايزين نتشجع بيك الحقيقة انا اخدت القرار ده والله لما لقيت ان لا مجال امامك سوى التغيير لا مجال امامك ان انت تتخلص من هذا الصراع الداخلي وان ان انت مؤثر في حق نفسك وان ان انت بتعمل حاجة غلط كبيرة جدا في حق نفسك بتدمر بيها نفسك وبتدمر بيها صحتك الا ان انت تاخد القرار السليم قرار التغيير قرار ان انت تخرج من سجن الدهون قرار ان انت يعني انا افتكر لما انا كنت خلاص يعني على وشك ان انا اتكتب رسميا ان انا مريض ضغط وبعد شوية هكون مريض سكر الحقيقة الكلام ده كان صعب علي مش عشان المرض في ناس عندها الامراض دي ويرضيها بقضاء الله وقدره ولكن علشان كان عندي شعور من جوايا ان ده بايدي ان ده اللي عملته بايدي ان ده اللي عملته بسبب تفاصتي وحبي للأكل والزيادة في تناول الطعام الحب الزائف اللي انا بعتبره فعلا حب زائف حب ممكن انت حب الاكل اه بس من بعيد لبعيد ممكن احب اه الحاجات دي كلها لكن القليل منها يكفي والكثير منها مدمر الصحة هو ده اللي لازم تعرفه وهو ده المبدأ اللي انت لازم تعيش عليه ان الاكل اه صحبي وحبيبي وبحبه واكل منه لكن ما خلهوش ان هو يقضي علي ودايما اقول لك بالزبط كده التشبيه ان المية او المية في عموما في حياتنا ممكن تشرب منها ممكن تستخدمها في تنظيف الاشياء ممكن تكتر شوية تستحمى بيها لكن لما المية تبقى اكتر واكتر ممكن تغرق فيها صح كده؟ وهو ده اللي بيحصل لنا يعني النهاردة انا عايز اوصل لك رسالة ان اللي عايز يتغير وان اللي اصاب باليأس الحقيقة اللي انت اصابت بيه ده مش يأس اللي اصابت بيه ده هو ان انت بالطبطب على ضميرك شوية وان انا مش لاقي نتيجة من اول يوم وان الاكل ده حاجة جميلة في الحياة اللي انا عايز اقولهولك ان الصحة هي الاجمل ان الحياة برشاقة وان انت تخليها حياة سهلة هي الاجمل لكن الاصعب ان انت تعيش حياة صعبة حياة كلها صراعات حياة كلها حاجات وحشة شوف كده حياتك لما هتوصل للرشاقة وشوف حياتك وانت عايشها في سجن الدهون وفي السمنة انا عشت اللي اتنين على فكرة شفت ده وشفت ده شفت قد ايه ان حياة الرشاقة هي سهلة وبسيطة والحياة عادية خالص يعني انا بشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى علي خصوصا لما بنزل اتحرك انا دلوقتي نازل عايز اروح اجيب حاجة من مكان معين النهاردة اليوم بتاعي مليان عندي حاجات ومشاويرك كتيرة جدا بعد الشغل وحاجات كتير وهكذا الاقي ان انت العامل بتاع الوقت هو المشكلة بالنسبالك ان انت هل هتقدر ان انت توصل لمشاويرك دي في الوقت ده ولا لا بقى عندك عامل واحد بس انت بتحاول ان انت تتغلب عليه تخيل بقى عامل الاكل بقى وعامل وزن كمان وحاجات كتير جدا ان انا لازم اقف عشان اكل واجيب حاجة تاني عشان نقنق فيها وان انا اصلا مش قادر اتحرك اساسا ولازم ان انا اخد مواصلة ما ينفعش ان انا تمشى الحتة دي اصلا دي خمسمائة متر كتير علي الحياة صعبة الحياة صعبة مع السمنة الحياة صعبة ومؤذية جدا جدا اذا الناس اللي بتقول ان هي يقست ومش هنقدر نكمل وهنرجع تاني للعك اصلا العك الصراحة سهل وبسيط صدقني انت رايحت ضميرك شوية طب تبطع على ضميرك شوية لكن لازم تواجه الحقيقة بقى لازم تواجه الحقيقة ان انت فعلا في مشكلة حقيقية بسبب اللي انت بتعمله في نفسك ده انت فعلا في مشكلة حقيقية بسبب اهمالك لنفسك ربنا هيحسبك عليه ربنا هيحسبك على جسمك انت افنيته في ايه ايه الامراض اللي عندك دي ربنا سبحانه وتعالى انا كنت بقول النفسي ان انا لو اصبت بمرض ومدت بسببه هكون انا السبب انا اللي اهلكت نفسي بنفسي فاحنا للأسف الشديد احنا بنروح بادينا وبرجلينا وكل حاجة فينا كده الى التهلكة بنضمر نفسنا بنفسنا بندوس على نفسنا بنفسنا بند الفرصة لناس وحشة تأذينا بسبب اهمالنا لنفسنا عايزك بقى لما تاخد القرار وتبقى جاد فعلا مع نفسك صدقني هتلاقي الموضوع اختلف 180 درجة هتلاقي نفسك ان انت بتقاوم نفسك بتقاوم حبك للطعام في البداية اللي هتشوفه بعد كده ان هو ولا شيء واسأل كل الناس اللي وصلت لهدفها اسأل كل الناس اللي وصلت للرشاقة قلهم اخبار اللي اكل معاكو ايه هيقولك اكل مين يا عم ده حياة الرشاقة دي نعمة من عند ربنا اللي يضيعها فعلا يبقى انسان ما يستحقش الحياة السهلة الجميلة دي لازم يعيش بقى في الحياة الصعبة الحياة الصعبة اللي هتفضل تأذيه وصدقني لو انت مشكلتك دلوقتي في شوية المشي فهيزيدوا عليهم شوية ويبقى شوية مشي ان انت مش قادر تمشي مع امراض ان انت مش قادر تمشي مع امراض وتضيع وقت كبير جدا وفلوس كتير جدا عند دكاترة كتير دكتور قلب دكتور ضغط دكتور مفاصل حاجات كتير جدا وتلاقي الموضوع مالي يخبط منك شمال ويمين هتلاقي بدل من انت تخرج وتفرح باولادك واحفادك وتخرج مع اصحابك وتستمتع بالحياة هتلاقي نفسك ان انت محبوس جوا سجن وبايدك مش بايد حد تاني اذا الموضوع في ايدك انت بايدك تتغير وبايدك تدمر نفسك انت ليك الاختيار يا تارى هتختار ايه اكيد هتختار الحياة الحلوة والبسيطة لازم تبدأ وتكتهد وتصبر على نفسك وتكمل ويكون عندك يقين من جواك ان ربنا هيكرمك وان شاء الله هتوصل لهدفك اللهم اعني على استرداد عافيتي اللهم امين شكرا لكل الناس اللي بتدعمنا على القناة شكرا لكل الناس اللي انتسبت للقناة وشكرا لكل الناس اللي بتدعمنا على منصة باتريون شكرا جزيلا ليكم فانتم شركاء الخير تحياتي ليكم وستودعكم الله الذي لا تضيع دعوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم علشان توصل لانظمة لو نفسك تخس بكل سهولة ادخل على جوجل وكتب لو نفسك تخس هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلونفسك تخس زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس واللي فيها اكتر من مليون مشترك وبينزل عليها الانظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل وكمان فيديوهات تشجيعية يومية ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس واللي فيها اكتر من 2.700.000 متابع وبينزل عليها انظمة لو نفسك تخس وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة وده حساب الرسمي على الانستجرام لي لو نفسك تخس وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخس وده موقعنا الرسمي لي لو نفسك تخس ودي قناة التليجرام الخاصة بلونفسك تخس ودي قناة مطبخ لو نفسك تخس الخاصة باعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل اما قناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت نظام التثبيت وما بعد التثبيت وازاي نتشجع علشان نحافظ على رشقتنا ولو حابب تكون داعم لنا في تطوير محتوى لو نفسك تخص فده حسابنا على باتريون